كان المستشار احمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات قد اعلن في وقت سابق الانتهاء من الاستعدادات اللازمة كافة لاجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد ووضح بن داري ان عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي امامها المواطنون باصواتهم تبلغ احد عشر الفا ستمائة واحدة وثلاثين لجنة بداخل تسعة الاف وثلاثمائة وستة وسبعين مركزا انتخابيا لافتا الى انه وضع في الاعتبار التيسير على كبار سن وذوي الاحتياجات الخاصة في توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية اشار بن داري الى ان نحو خمسة عشر الف قاض من مختلف الجهات والهيئة القضائية سيشرفون على الانتخابات منوها الى ان القضاة بدأوا في تسلم الاوراق مضيفا ان الهيئة توجهت الدعوة لجميع البعاتات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر لمتابعة العملية الانتخابية وان هناك 14 منظمة دولية ستشارك في اعمال المتابعة الى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية كما اكد من داري ان المتابعة الاعلامية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة اعلامية وصحفية الى جانب 70 وسيلة اعلامية وصحفية محلية اشتركوا في القناة